وبعد تجارب ميدانية واختبارات تقنية عديدة شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير هو نظام رقمي سيعمل بشكل سالس من أجل تسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث الطرقات والنموذج في مرحلته الأولى انطلق من القنيطرة في انتظار تعميمه تدرجيا على باقي المدن والأقالي المتابعة لشيماء العلم حضرت عناصر الشرطة إلى حيول دوجي بمدينة القنيطرة من أجل معاينة حادثة سير وقعت بين سيارتين خفيفتين بعد المعاينة سيتم تحرير المحضر عبر نظام معلوماتي حديث ومتطور أحد أطراف تصبح أضرار بدنيات من قل المستشفى مثل سيارة الإسعاف قمنا بإجراءات المعاينة بأخذ القياسات وكذلك صوار ورسم بياني وذلك بتقنيات جديدة لرقمنا للإجراءات كما نقوم بمكان الحديث إجراء يبدأ انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها نارسة نظام المعلوماتي لتدبير ملفات حوادث السير يندرج في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخلط فيه المديري العام الأمن الوطني باعتبارها مرفق خدمات عمومي بامتياز وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق هندسية وتقنية تابعة المديري العام الأمن الوطني من أجل معالجة معطيات حوادث السير بطريقة حديثة ومتطورة ورش رقمي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مرفق خدماتي بامتياز سيتم تعميمه تدريجيا على الصعيد الوطني